تقترب الرباط من الحسم النهائي في الظفر بمنصب نائب الأول رئيس الاتحاد الإفريقية وذلك رغم الضغوطات التي تواصل ممارسة الجزائر داخل دول الاتحاد الإفريقية مصادر ديبلوماسية رجحت أن تنسحب الجزائر أمام هيمنة الديبلوماسية المغربية داخل المنظمة الإفريقية خاصة أن رئيسي الحالي هو غزال عثمان رئيس اتحاد جزر القمر التي افتتحت قنصلية عامة لها بمدينة العيون جنوب المغرب دعما للوحدة الترابية للمملكة وكانت الجزائر قد حاولت باستمات التصدي لترشيح رئيس اتحاد جزر القمر غزال عثماني لدات المنصبة باعتباره مقربا لدى المملكة المغربية مقابل دعمها بقوة لرئيس كينيا أوهورو كينياطا الداعم لعسابة البوليساريو غير أن جميع المحاولات أنذاك باءت بالفشل هذا ولا يزال رئيس اتحاد جزر القمر غزال عثماني الذي تولى الرئاسة الدورية للاتحاد الافريقية في فبراير الماضية بدون نائبه الأول بسبب تعنت الجزائرية ورفضها الانسحاب على غرار دول ليبيا ومثرة مما يماهد الطريقة أكثر للمملكة المغربية وفي خبر آخر وهاتي المرة في إسبانيا حيث خلف تجاهل وزيرة العمل الإسبانية يولاندا دياز المنتمية لحزب بوديموس لقضية الصحراء خلال تقديم نفسها كمرشح للانتخابات التشريعية خيبة أمل كبيرة لجمهورية الخيمة ولأنصار أدروحتها وقالت وسائل إعلام تابعة للعصابة أن خطاب الوزير اليسرية يولاندا دياز التي تشغل منصب وزيرة العمل ونائبة رئيس الوزراء في حكومة بيروسان شيذر اتلافية والذي دام خمسين دقيقة لم تتم فيه أي إشارة لا من قريب ولا من بعيد لنزاع الصحراء بصفة عامة ولدعم أطروحة الجبهة الوهمية بصفة خاصة وشكل هذا الأمر صدمة لدعاة الطرح الانفصالية الذي يعاولون على الأحزاب والطيارات اليسرية المتطرفة المعروفة بدعم أطروحتها في الضغط على الحكومة الإسبانية لتغيير موقفة من القضية خاصة بعد إعلان هذه الأخيرة في مارس 2022 دعم مبادرة الحكم الداتية تحت السيادة المغربية ويشير غياب قضية الصحراء ودعم الطرح الانفصالية في كلمة الوزيرة التي ألقتها خلال حفل تقديم نفسها كمرشحة لكتلة السومارة اليسارية التي تشكلت العامة الماضية بهدف توحيد اليسار في إسبانيا وخوض الانتخابات التشرعية المقبلة إلى حدوث تغيير في مواقف بعض تيارات اليسارة المتطرفة الداعمة لإطروحة جمهورية الوهمة في إسبانيا بعد تغيير الموقف الإسباني الرسمي وذلك في ظل المتغيرات التي باتت تعرفها قضية الصحراء ترجمة نانسي قنقر